موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشد بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراقى الاستراتيجية بين البلدين وهو ما ثمنه رئيس الصابق ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية محمود توفيق صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قرات العالم وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور النشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة وأكد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الاثنين وسبعين لثورة يوليو المجيدة أن مصر ستعبر المرحلة الراهنة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسياداتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وشهدت تاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتدى ليؤسس المكان الرفيعة لمصر المستقلة وهذه اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان السمير مسير التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون قرامة الوطن ومواطنيه وبزل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئة الأكثر احتياجا كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قرات العالم وهو ما حفظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة وتوكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلوبات الاقتصاد العالمي وصدماته والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة كما حفظت مصر على أرضها وسياداتها والسقلالها وأرسلت سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الرازق والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكسف لمساعدة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة شعب مصر الأبي الكريم إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاع مركبة فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعانوا منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوما علمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا بما أجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومثيل تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن كل عام وأنتم بخير ومصر في سلام وأمان واستقرار ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحبت مصر بإعلان المبعوث الأممي لليمن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لحل حالة الأزمة اليمنية وذلك في إطار دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدم على مصار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وفقا للمرجعيات والقرارات المتفق عليها ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 كما أكدت مصر أنها تقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل قط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة ومنها تلك الفنية واللوجستية صدق الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم كليات حربية وبحرية وجوية ودفاع جوي والكليات العسكرية الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريج الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024 نجحت عناصر من القوات البحرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنه 31 فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضه لعطل فني على مسافة 130 ميلا بحريا من السلوم يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وكان بلاغ قد ورد باكتشاف مركب يقل أفراضا لغرض الهجرة غير الشرعية به عطل بالماكينات وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ 30 فردا بينهم 5 في حالة حرجة بالإضافة إلى انتشال فرد متوفي وتم تسليم الأفراد إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حية لهم اشتركوا في القناة